مساء الخير زميل انتصار المشاركة الجزائرية في الامس وهو اليوم قبل الاخير نتحدث عن اصدال السيطرة عن مسابقتين الملاكمة والجيدو الذي انتظر منها الكثير ولكن اكتفتها بميداليتين بروزينتين لكل واحدة ويتعلق الامر بالملاكم الجزائري بن بعزيز ريدا وحمرين محمد بينما ليفي الجيدو ايضا بفضل الياس بوعقوب واصلاح بينما في العاب القوى في نهاي الاربع متر حواجز فشل كل من العداء الجزائري بوكموش وايضا عبد المالك الحلو في على الاقل احتلال المرتبة الثلاثة الاولى اينا احتل عبد المالك المرتبة الرابعة وبوكموش المرتبة السادسة هدف لما يخص ابرز ما جرى في المشاركة الجزائرية يوم امس الجمعة اليوم السبت وهو اخر يوم من العاب البحر الابد المتوسط كما قلنا بيت غرقونا ستصوى بالانظار اليوم صوبة ام الالعاب الالعاب القيوة التي انطلقت صبحت اليوم في الساعة التاسعة بتوقيت المحلي ايه التامنة صباحاً بتوقيت الجزائري بالماراتون اينا احتل فيه الثنائي الجزائري المرتبة الثلاثة عشرة والمرتبة السادسة عشرة ايضاً فيما يخص التجديف ايضاً مع الرباعي الجزائري اينا لم يكن تصنيفهما بشكل الذي يسمح بانهاء المسابقات الترتيبية فيه مالك استليق بسمعة الجزائر في هذه الرياضة التي شاركت في العاب ريو دي جانيرو الاولمبيا في اخر نسخة لها الفترة المسائية ستخص بالكامل لالعاب القيوة والبداية بالقفز الطويل ومع محمد التريكي اينا سيدخل المسابقة في تمام الساعة الثامنة هنا بتوقيت المحلي السابع بتوقيت الجزائري ثم نهائي الثمانمائة متر ويتعلق من الامر بثنائي حتحاط وبالبشير ثم على ان يكون الختام في تمام الساعة التاسعة والربع اي الثامنة والربع بتوقيت الجزائري مع نهائي الاربع مائة متر تتابع وفيه سيدخل المنتخب الوطني الجزائري على ان تقام حفل او على ان يقام حفل الختام عفوا بحضور وزير الشباب ورياضة محمد حطاب الذي وصل اليوم وهو يقوم بمدينة برشلون التي تبعد عنا هنا بمدينة طارقونة بحوالي مائة كيلومتر سيحضر حفل الافتتاح غدا ان شاء الله بملعب خم نصيك طارقونة لاستلام العلم الرسمي لتنظيم طبعة تسعة عشرة بمدينة وهران في صيف الفين وواحد وعشرين هكذا اذا مشاهدين الكرام ربما نصل لآخر موعد وآخر مداخلة على المباشر في آخر عدد من حصة مئة بالمئة رياضة التي رفقتكم طيلة عشرة ايام لتغطية كل ما يجري على مستوى المشاركة الجزائرية في العرس المتوسطي مشاركة سيقال عنها الكثير لما بعد وصول البحثة الجزائرية التي شاركت بمئتين وثلاثة وثلاثين رياضي ورياضية عفوا في 24 تخصص رياضي هناك كلام كثير سيقال عن هذه المشاركة وهذه النتائج التي تعد ربما الأسوأ في تاريخ المشاركة الجزائرية في هذا الموعد المتوسطي كانت معكم بحثة زينيوز وزير تيفي إلى مدينة طارقونة لتغطية ألعاب البحر الأبيض المتوسط أمين بن مهني وفي التصوير الزميل العزيز ياسين قارو